السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد فحياكم الله جميعا إخواني وأخواتي ونحن الليلة بحول الله وتوفيقه على موعد مع اللقاء الواحد والستين من لقاءات العقيدة والتوحيد وتجديد الإيمان ولازلنا نتحدث عن الركن الثاني من أركان الإسلام ألا وهو الصلاة وحديثنا الليلة بإذن الله تعالى في أمر في غاية الأهمية ألا وهو أحكام صلاة المريض لا ريب ولا شك أننا جميعا نحتاج إلى تعلم هذه الأحكام وأستهل الحديثة في هذا الموضوع المهم بهذه المقدمة فأقول الشريعة الإسلامية الغراء يسر كلها ورحمة كلها وحكمة كلها وعدل كلها قال الله عز وجل وما جعل عليكم في الدين من حرج وقال الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وقال الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وفي الآية الأخرى لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها فالمريض له أحكام خاصة وهذا من يسر الشريعة ورفعها للمشقة والعنة والحرج فإن لم يستطع المريض أن يصلي قائما صلى جالسا طيب لو شفاه الله جل وعلا هل يعيد الصلاة التي صلىها جالسا لا لا إعادة عليه والأدلة على ذلك من القرآن والسنة كثيرة قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وقال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وفي آية جميلة قال سبحانه الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه إي وجه لاستشهاد بهذه الآية قال سادتنا من أهل العلم والتفسير أي الذي يصلي قائما مع القدرة على ذلك صلى قائما فإن لم يستطع صلى قاعدا فإن لم يستطع صلى على جنبه مع العجز عن الصلاة قاعدا وفي الحديث الجميل الذي سنذكره كثيرا ونستشهد به كثيرا الذي رأى الإمام بخاري وغيره عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال كانت بي بواسير المرض المعروف أسأل الله أن يشفينا وأن يشفي جميع المرضى يقول عمران بن حسين كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة فقال عليه الصلاة والسلام صل قائما فإن لم تستطع فقاعدة فإن لم تستطع فعلى جنب لا عذر أبدا لأحد في ترك الصلاة المريض يصلي إن لم يستطع أن يصلي وهو قائم يعني هو واقف يصلي وهو جالس على الأرض على الكرسي على أي وضع يتأثر له فإن لم يستطع أن يجلس فليصلي وهو متكء على جنبه بل وعلى أي جنب يستريح فيه قد يشق عليه لمرضه أن ينام على شق دون شق فلينام على الشق أو على الجنب الذي يريحه ولا يؤلمه ولا يضيع الصلاة فما ظنك بمن يضيع الصلاة وفي غاية القوة وفي غاية الصحة بدعوة المباراة أو الفيلم أو المسلسل أو حتى العمل لا عذر لك ورب الكعبة في تضيع الصلاة وقد بيّنت ذلك بفضل الله جل علا نقل الإجماع على جواز أن يصلي المريض جالسا إن عجز عن القيام أو على جنب إن عجز عن القعود نقل الإجماع على ذلك الإمام النووي والإمام ابن المنذر وابن رشد والنووي وابن تيمية وغيرهم طيب قد يسأل المريض سؤالا كيف أجلس وأنا أصلي بحسب ما يسر الله لك إن استطعت أن تجلس متربعا أو مفترشا الأرض صلي كذلك وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة الأحناف والملكية والشافعية والحنبلة فإن لم تستطع أن تصلي جالسا على الأرض صلي جالسا على كرسي صلي جالسا على سريرك على فراشك على أي وضع تستريح فيه ولا يؤلمك والعمدة في كل هذه المسائل حديث عمران بن حصيد رضي الله عنه الذي ذكرته آنفا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جم طيب إيه وجه الاستشهاد بحديث عمران في المسألة دي أنه صلى الله عليه وسلم لم يحدد كيفية محددة لقعوده في الصلاة وإنما أطلق القعود فيأخذ من إطلاقه جواز القعود على أي صفة شاء المريض أن يجلسها وهو يصلي كلام جميل فعذر المرض أسقط الأركان القيام والركوع والسجود في هيئته المعروفة فالسجود له هيئة معلومة بيناها والركوع له هيئة معلومة بيناها فالمرض أسقط عن المريض الأركان فمن باب أولى أن يسقط عنه الهيئات فمن باب أولى أن يسقط عنه الهيئات فله أن يجلس على أي وضع كان وسأبين الآن كيفية ركوع المريض وكيفية سجوده فجلوس المريض في الصلاة إن عجز عن القيام هذا متفق عليه بين الأئمة الأربعة في كل الصلاة وفي حال التشاهد كذلك إذا جلس بدلا عن القيام فإنه في حال التشاهد كذلك يجلس كما يجلس للتشاهد إن استطاع نقل الإجماع على ذلك الكاساني وابن نجيم وغيرهما طيب طب ما حكم اضطجاع المريض قلنا قائما فإن لم يستطع فليصلي قاعدا فإن لم يستطع فليصلي على جنب متجعا على جنبه الأيمن أو الأيسر بحسب ما يسر الله له وتوافق مع ظروف ألمه ومرضه يجوز للمريض أن يصلي متجعا إذا عجز عن القعود باتفاق الأئمة الأربعة الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة واستدلوا بحديث عمران الذي ذكرته مرتيني أنه صلى الله عليه وسلم قال له صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب طيب كيف يصلي المريض العاجز عن الركوع والسجود المريض العاجز عن الركوع والسجود يومئ برأسه في الركوع هكذا سمع الله لمن حمله ثم يومئ أكثر في السجود هكذا المريض العاجز عن الركوع والسجود يومئ برأسه في الركوع ويكون السجود أخفض من الركوع وهذا أيضا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة وبهذا قال أكثر أهل العلم استدلوا بالأدلة العامة في كتاب ربنا جل وعلا كقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وبقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وبقوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج وبقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه أما السنة فقال استدلوا مراوى الإمام البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم الله إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه إيه وجه الاستشاد بالحديث قوله عليه الصلاة والسلام فأتوا منه ما استطعتم كقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم هذا دليل واضح قاطع على أن من عجز عن فعل المأمور به فإنه يأتي بما يمكنه من فعل هذا الأمر بما يقدر عليه بما يستطيعه واستدلوا بحديث عمران بن حسين الذي ذكرته قبل ذلك ثلاث مرات الحديث رتب فيه النبي عليه الصلاة والسلام الاستطاعة رتب فيه الأمر على حسب الاستطاعة رتب فيه الأمر صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب فرتب النبي صلى الله عليه وسلم الأمر على حسب الاستطاعة فيركع ويسجد كذلك بقدر ما يستطيع فإن عجز أو ماء برأسه كما بينت وفيه أثر رواه أبو نعيم والبيهقي يصح مقوفا على جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأنه قال صل على الأرض إن استطعت وإلا فأومي إيماءا واجعل سجودك أخفض من ركوعك قد بينت ذلك وفيه أثر آخر عن مالك رواه الإمام مالك في الموطأ عن نافع عن عبد الله بن عمر وصحح هذا الأثر موقوفا على عبد الله بن عمر غير واحد من أهل العلم كالإمام النووي وغيره وقال الإمام بن القيم رحمه الله تعالى والصواب أن هذا الأثر يصح موقوفا على عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان عبد الله بن عمر يقول إذا لم يستطع المريض السجود أومأ برأسه إيماءا ولم يرفع إلى جبته شيئا لأن بعض إخواني وأخواتي من المرضى أسألوا الله أن يمن علينا وعليهم جميعا بالعافية قد يأتي بشيء كوسادة مثلا أو بأي شيء يضعه ثم يسجد عليه وهذا لا داعي له ولا دليل عليه يقول عبد الله بن عمر ولم يرفع إلى جبهتي شيئا أي ليسجد عليها وقد نقل الإجماعة على سقوط الركوع والسجود على من لم يستطع أن يركع وأن يسجد نقل الإجماعة على ذلك ابن تيمية وابن رشد وغيرهم ورحم الله الجميع فالإيماء برأسه وأخفض في السجود هو أكثر ما يستطيعه هذا هو الذي يقدر عليه وهذا هو الذي يستطيعه المريض والله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم فالمريض يومئ برأسه في السجود أخفض من الركوع طيب هنا سؤال مهم جدا في أحكام صلاة المريض ألا وهو ما حكم صلاة الجماعة في المساجد للمريض سؤال مهم والجواب لا حرج البتة على المريض أن يتخلف عن صلاة الجماعة في المساجد لعذر مرضه الله ما أجمل الشريعة وما أيصرها والله وما أعظمها فهي تشريع من خلق وهو وحده الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير للمريض أن يتخلف عن صلاة الجماعة في المساجد لعذر المرض والأدلة ذكرتها مرارا قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إلى آخر هذه الأدلة التي ذكرتها قبل ذلك وحديث أبي هريرة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه دعوني ما تركتكم والحديث له قصة جميلة أنه قال عليه الصلاة والسلام يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحجة فحجوا فقام رجل وقد صرحت بعض الروايات باسمه نوال أقرع بن حابس قال أكل عام يا رسول الله فقال عليه الصلاة والسلام لو قلت نعم لوجبت ولم استطعتم ثم قال دعوني ما تركتكم دعوني ما تركتكم إنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منهم استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وفي لفظ فدعوه وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاكن يعني وهو مريض صلى جالسا عليه الصلاة والسلام وصلى وراءه قوم من أصحابه قياما ذهب إليه نفر من الصحابة رضي الله عنهم ليعودوه ليزوروه ليطننوا عليه عليه الصلاة والسلام فلما صلى جالسا قام الصحابة قلف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلوا قياما فأشار إليهم المعلم والمربي بأبي وأمي وروحي عليه الصلاة والسلام أن اجلسوا أن اجلسوا فلما انصرف من صلاته علمهم هذا الحكم وعلمنا إلى قيام الساعة هذا الحكم فقال عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا إلى آخر الحديث الشاهد أنه صلى الله عليه وسلم صلى في بيته ولم يذهب إلى الجماعة وهو إمام الأئمة وسيد الأمة لم يذهب إلى صلاة الجماعة في مسجده الشريف وإنما صلى في بيته فالمرض عذر من الأعذار التي تسقط عن المريض صلاة الجماعة في المسجد ولما مرض عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي موسى لما مرض صلى الله عليه وسلم واشتد عليه المرض قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس مروا أبا بكر فليصلي بالناس أي إماما لأنه إمام الأئمة وسيد الأمة قد مرض ومنعه المرض من أن يخرج ليصلي بالصحابة جماعة في مسجده الشريف وقد نقل الإجماع على ذلك الإمام بن حازم والإمام بن المنذر وابن قدامة وغيرهم من أهل علم رحم الله الجميع طيب قد يسأل سائل سؤالا ما هو حد المرض الذي يسقط الجماعة سؤال مهم وربما ولا حول ولا قوة إلا بالله قد يتلاعب الشيطان بالبعض في هذا الجانب فربما يشتكي المسلم شكوى لا تمنعه البتة من ممارسة حياته العادية لكن عند الصلاة يطبق القاعدة ويقول أنا مريض لا أخرج إلى الجماعة الأصل تقواك لسيدك ومولاك الأصل تقواك لسيدك ومولاك ومن يتق الله أجعل له مخرجا فالله سبحانه وتعالى يعلم منك السر وأخفى ولن بغي أن يتوهم أحدنا أنه يستطيع أن يخادع ربه جل جلاله عافان الله وإياكم من النفاق بكل صوره وأشكاله فالمرض الذي يسقط الجماعة عن المريض هو المرض الذي يشق فيه أو يشق على المريض فيه أن يذهب إلى بيت من بيوت الله يصعب عليه بل ربما لو خرج ازداد عليه مرضه وازداد عليه ألمه ولو خرج قد يخرج بمشقة وعنة وحرج لا لا فاتقوا الله ما استطعته هنا نقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعه لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها فلا حرج عليك البتة أيها المبتلة أن تصلي الصلاة في بيتها بل ويجوز للمريض أيضا أن يجمع بين الصلاتين كما سأبين إن شاء الله جل وعلا لعذر المرض لعذر المرض الحقيقي فالمرض عذر من الأعذار المسقطة لصلاة الجماعة أما إن كنت ترى من نفسك أن المرض لا يمنعك من ممارسة نشاطاتك العادية تذهب إلى العمل وترجع من العمل وتؤدي أشغالك فهذا لا يمنعك أيضا من أن تؤدي الجماعة في بيوت الله تبارك وتعالى والضابط كما ذكرت هو أن ترى من نفسك صادقا أن المرض يؤلمك ويشق عليك أن تخرج بهذا المرض لتؤدي الجماعة ثم ضابطك في التحديد تقواك لله العزيز الحميد هذا ضابط مهم والله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته حق تقاته فامتثلوا أمره واجتنبوا نهيه وقفوا عند حدوده واجعلوا بينكم وبين غضبه وصخطه سبحانه وتعالى وقاية هذه الوقاية هي فعل الطاعات واجتناب المعاصي سأكتفي بهذا القدر في أحكام صلاة المريض في هذه الليلة المباركة لأواصل إن شاء الله تعالى مع حضراتكم ما تبقى من أحكام تتعلق بصلاة المريض ثم نتعرف بعد ذلك إن شاء الله تعالى على صلاة الخوف وكيفيتها وهيئاتها المختلفة ثم نتعرف بعد ذلك إن شاء الله تعالى على أحكام صلاة الجمعة وغير ذلك من الأحكام المتعلقة بهذا الركن العظيم الجليل من أركان الإسلام ألا وهو الصلاة أسأل الله جل علاه أن يجعلني وإياكم من أهلها وأن يرزقني وإياكم سبحانه وتعالى الحفاظ عليها امتثالا لأمره حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين أسأل الله جل وعلا أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين وصل علينا يا رب معهم بمنك وكرمك وأنت أرحم الراحمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة